بعد كل خرق أمني يحدث في العراق يتم الكشف عن حقائق للمواطن تظهر غياب التخطيط الأمني وعدم الأخذ بالمعلومات الاستخباراتية المتوفرة على محمل الجد وهذا ما حصل في هجمات ناحية مكاشيفة في محافظة صلاح الدين والتي سقط فيها نحو عشرين عنصرا من الحجد الشعبي بين شهيد وجريح التغيير تبحث دوما عن كبد الحقيقة حيث حصلت من مصادرها الخاصة على وثقتين صادرتين من الجهات الاستخباراتية العليا الأولى تفيد بمعلومات دقيقة عن وجود تحركات لعناصر داعش في المناطق المحيطة بمكاشيفة والتحضير لغزوة الموت والثانية تحدد عدد الإرهابيين المتواجدين في المنطقة ولا تحرك أمني يذكر لمنع الإرهاب من تحقيق أهدافه وبعد كل هذا ورغم هذا المصاب الجلل لا يزال الصراع على المناصب والوزرات قائما في بغداد الأمر الذي جعل المكلف مصطفى الكاظمي يربط ما حدث في صلاح الدين بتشكيل حكومته ليدعو القوى السياسية إلى ترك التناحر والصراعات من أجل تمرير حكومته لتقوم بواجبها الوطنية بحفظ أمن البلاد فلسان حال المواطن يقول ألم يحن الوقت لإيقاف نزيف الدم في العراق الديمقراطي كما يسميه بائعوه